فضيحة جديدة في بغداد تكشف عن قدر كبير من تغلغ للفاسدين وأصحاب النفوذ في القطاع الصحي في العراق عمليات سرقة متنوعة في مستشفى الرشاد للأمراض العقلية والنفسية في بغداد عقب كشف مصدر حكومي عن سرقة 160 جهاز تبريد للهواء فضلا عن اكتشاف سبق ذلك بأسابيع لسرقة ما يقرب من مليوني لتر من الوقود كانت مخصصة لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في المستشفى الأمر الذي يتسبب من قطاع التيار عن المستشفى لساعات طويلة بالطبع ليست هذه نهاية المطاف فالفساد في عراق المحاصصة وتغول نفوذ الميليشيات لا يقف عند حد فأعضاء في لجنة الصحة النيابية كشفوا عن كوارث تتعلق بمعاملة المرضى في المستشفى حيث يتعرضون للتعنيف هذا الأمر حول المستشفى إلى ما يشبه سجون الاحتلال في أبو غريب بحسب بعض النواب على الرغم من أن النزلاء يحتاجون إلى معاملة خاصة بوصفها مستشفى للأمراض النفسية هل يتوقف مسلسل الفساد والإهمال عند هذا المشهد؟ بالطبع لا فمستشفى الرشاد لا تمثل سوى نموذج واحد لذلك وتصريحات وزير الصحة تكشف عن مأساة أكبر ومعاناة أعمق أثرت في نفوس العراقيين إذ يقول الوزير إن الوزارة ومنذ العام الماضي وحتى الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري من دون موازنة وإنما يتوفر من تخصيصات مالية بالكاد يكفي لتوفير الغذاء للمرضى ما يعني أن دور الوزارة لم يعد تقديم العلاج للمرضى وإنما إطعامهم فقط هو مشهد هزلي يعبر عن حالة الفشل التي تغرق فيها حكومات بغداد المتعاقبة حكومات تسبح فوق بحر من النفط ثم تفشل في تقديم العلاج للمرضى أو ملاحقة الفاسدين